وخلال المؤتمر أكد مدبولي أن الدولة قادرة على اكتياز التداعيات السلبية للأزمة الأوكرانية مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على تأمين السلع الاستراتيجية للمواطنين دون مغالاة كما دعمت بولي إلى عدم تخزين السلع مشيرا إلى أن الدولة لديها فائض واحتياطي يكفي المواطنين الحقيقة نحن شغالين على من أول لحظة ودي كانت وهادف خامة الرئيس من ساعة تشكيل هذه الحكومة إحنا عايزين دايما يبقى عندنا رصيد احتياطي لا يقل عن من ثلاث إلى ست شهور في السلع الرئيسية وده الحمد لله اللي خلانا في هذه اللحظة وإحنا موجود في عز هذه الأزمة وقبليها أزمة كورونا الدولة والمواطن المصري ما حسش بأي نقص في أي سلع إحنا كنا بنشهد كلنا في التلفزيونات العالم في دول متقدمة المواطنين وقفين طوابير على السلع الرئيسية إحنا الحمد لله وبعون الله وإن شاء الله ده اللي حيستمر المواطن في أي مكان حينزل في أي حتة حيلاء السلع موجودة وعشان كده أنا بقولها للمواطنين ما فيش داعي إن إحنا نكتنز ونخزن لإن كل ما هتشتري هنلاقي تاني يوم هتلاقي الحاجة موجودة على الأرفف تاني الحمد لله الدولة المصرية عندها من الفائد من الاحتياطيات وده الحقيقة مش شغلنا كدولة فقط وهنا يمكن أنا دايما بقول الدولة الدولة الحكومة مع القطاع الخاص مع كل العاملين في هذا الشأن بيبقى فيه دايما تنسيقات على هذا الموضوع